أكد رئيس نادي الهوي كريم شتوف أن قضية تدويون قد سويت على مستوى الرابطة ما يسمحه بتأهيل اللاعبين للمبارات القادمة مضيفا أنه سيتم استدعاء الأعضاء من أجل دراسة مستقبل الفريق بلانانون ثانية أعنسى للشابب الوزدد أن هذا المساعد للمبارات القادمة مستقبل الفريق بلانانون ثانية أعانا لجمع السياحوني للحزن رائعة من نادي الوزدد دراسة مستقبل الفريق بلانانون ثانية وفاق المشاعدة من قضية بمثال الرجالية